عقب الغزو الروسي لأوكرانيا بقيت سربيا الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على روسيا بل على العكس من ذلك ترحب بيلغراد بالسياح والمهاجرين الروس وأصبحت الخطوط الجوية السربية بمثابة بوابة أوروبا بالنسبة للمواطنين الروس وتقوم الخطوط الجوية السربية بتشغيل أكثر من 20 رحلة أسبوعيا إلى المدن الروسية منذ أبريل الماضي ولكن العلاقات الدافئة مع موسكو تنتهي حين تبدأ المصالح التجارية فتشريعات السربية لا تحضر بيع الأسلحة إلى الدول الغربية أو نقل الذخيرة إلى أوكرانيا إنه جزء من تعافين الاقتصادي وهو مهم بالنسبة لنا حتى لو كنت أعرف أين تذهب الذخيرة فهذه ليست وظيفتي وظيفتي هي التأكد من أننا نبيع الذخيرة بشكل قانوني وأننا نبيعها ويجب أن أعتني بشعبي وهذا كل شيء ولدينا أصدقاء في كييف وموسكو وهم إخواننا السلافيين وفي أبريل من العام الماضي أفادت رويترز نقلا عن مصدر من البنتاجون عن توريد أسلحة سربية إلى أوكرانيا وأضافت أن مصانع الدفاع السربية تعمل بكامل طاقتها والآن تزعم صحيفة فينانشل تايمز أنه منذ بداية الغزو الشامل لأوكرانيا تلقت كييف أسلحة من سربيا بقيمة 800 مليون يورو وصف الرئيس فوتشيتش هذا المبلغ بأنه دقيق يشير هذا مرة أخرى إلى أن السربيا تواصل جني الأموال من الحرب في أوكرانيا لأن سربيا تزود الأسلحة ليس فقط لأوكرانيا بل هناك دراسات تظهر أن مبيعات الأسلحة لإسرائيل زادت بكميات كبيرة جدا خلال أشهر القليلات الماضية ولذلك لا ينبغي لنا أن نتوقع تدهورا في العلاقات بين السربيا وروسيا رد فعل موسكو كان غاضبا على مثل هذه الخطوات الغيرودية من بيلغراد وإذ وعد بيسكوب المتحدث الرسمي باسم بوتين بالتعامل مع الأصدقاء الصرب فإن ذلك يعني توجيه إهانات وتهديدات مباشرة ضد السربيا في البرامج التلفزيونية لكن الخبراء يقولون أن الكريملين لن يقطع العلاقات مع سربيا فأولا هذه واحدة من المنصات القليلة المتبقية للكريملين لنشر الأفكار المؤدية لروسيا داخل أوروبا وثانيا إذا أصبحت سربيا عضوا في الاتحاد الأوروبي فإن موسكو تتوقع استخدامها كعامل نفوذ الكريملين يدرك جيدا أن بروكسل مهتمة باقتراب سربيا قدر الإمكاني من الانضمام للاتحاد الأوروبي لأنه من المفيد لروسيا أن يكون لديها حليف آخر من شأنه أن يزعزع الوضع داخل الاتحاد مثل ما تفعله المجر بدلا من عرقلة انضمام السربيا بشكل علاني إلى الاتحاد الأوروبي إن دعم موسكو مهم بالنسبة لبيلغراد خاصة فيما يتعلق بإقليم كوسوفو حيث تعرقل روسيا والصين الاعترافة الدولية بكوسوفو كدولة ويمنعانها من الانضمام إلى الأمم المتحدة ولكن في الوقت نفسه أكدت بيلغراد مرارا وتكرارا رغبتها في التقارب مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إعداد أندريد من ترينكا خناتي تيفي عربية